أفتحوا أيكم ملف نقاش الأول إذ افتتحت المؤسسات التربوية اليوم الأحد أبوابها لاستكمال آخر فصل من السنة الدراسية التي تزامنت بالعودة بعد العطلة الرابعية مع آخر أسبوعين من شهر رمضان ورغم أن التأقلم صعب مع بعض التلميذ إلا أن العزمة على استدراك ما تم تضيعه كان حافزا لهم طيب سأناقش الموضوع مع الأستاذ حسن بالباقي أمين وطني بالنقبة الوطنية لعمال التربية يلتحق به عبر الهاتف مباشرة أهلا بك معنا مساء الخير أهلا مساء الخير أهلا بك إذن اليوم يعود التلميذ لمقاعد الدراسة بعد عطلة ربعية دامت 15 يوما الظروف استثنائية اليوم كيف لا والتلميذ يعودون لمقاعد الدراسة في شهر رمضان الفضيل كيف تتوقعون مجريات هذا الشهر الفضيل الذي يتخلى له الشهر الفضيل وحتى العيد المبارك إن شاء الله أولا الفصل الثالث يعني بالنسبة لنا هو أقصر الفصل وهذا الفصل سيكون من الضغط المبسي على أبناء نار وخاصة تلميذ يعني الفصل الأول والفصل الثاني كانت النتائج تحم يعني نوعا ما يعني غير مقبولة وبالتالي هذه السنة الشيء الجميل هذه السنة الدراسية ما كاش في انقطاعات عن الدراسة يعني تلميذ أخضاء الكم المعرفي أخضاءه يعني بصفة عادية جدا وأكثر من هذا يعني نقدر نقول النسب بالتصديق بالبرنامج يعني بصفة عما راهي في وطيرة نقدر نقوله وطيرة مقبولة وقبولة جدا هذا من الجانب البيداغوجي أما الآن من جانب القلفي رمضان ومن الآن جانب يعني طاقة استيعاب عند أبنائنا وقوة تركيز أكيد الحصة حتى المشرع ما خلاش الحصة ساعة يعني ساعة على قلوسها إلى 45 دقيقة هذا ربما يعني كل نوع من الجهد البدني والجسدي والعقلي لأبنائنا وحتى لأساتي يكون كرام ما رح يكون كبير وبالتالي المشرع أخضاء هذا من اعتبار يعني رمضان والحصة بعد ما كانت ساعة أصبحت 45 دقيقة هذا نظرا يعني بشع زمالينا وحتى أبنائنا تكون الحصة خفيفة ويكون أمور جيدة يعني رمضان يبقى رمضان واذا شيء عادي ولازم تأقلمه مع رمضان فقات أيام فقط يعني يا ابنائنا يبدو حوالي عشر أيام فقط ما شيء حاجة كبيرة والشي اللي نتكلم عليه يعني بغض الله دار على هديان ربما معرضوا إلى وش راح يكون خلال هذا القصر راح يكون يعني فصل مكثف من ناحية يعني إجراء الامتحانة بشفة حمال لو نتكلموا على أول امتحان اللي راح يكون في هذا شهر أبريد لزمالئنا المفتشين كمحضروا مفتشين ابتدائي كمحضروا هذه العملية اللي راح تكون أول تجربة اللي هي تقليم المكتسبات اللي راح تكون خاصة بترميد سنة الخامسة ابتدائي الوزير كان قد تحدث كذلك بضبط العمليات التقنية المتعلقة سواء بامتحانات الباكالورية أو حتى بامتحانات البيان أو التعليم المتوسط الآن لو نتحدث عن ضبطها ما رأيك بأهم النقاط التي تحدث عنها الوزير التي تحدث عنها على أساس أنها استعجالية وجب التطرق إليها قبل أخرى شوف احنا في كل مرة كنا نقولوا احنا الباكالورية في الجزائر نعمية مقدسة الباكالورية عند الجزائر مقدسة وهذا مشروع دولة ودولة يعني ما فيش وزارة التربية واحدة هذه الباكالورية هي كما قلوا أنت المينيستيريار عدة وزارات ولئاس الحكومة كلهم راح تكون مجهودة تعطى لإنجاح الباكالورية ولما نقول إنجاح الباكالورية مع أنتها كذلك شهادة تعليم المتوسط أنا الآن زمالانا في الدوان وطنع الامتحانات في المسابقات الآن أصبحت عندهم تجربة كبيرة ما يخفرش أن الامتحانات هذه الرسمية بعد إلغاء شهادة تعليم الابتدائي قاد شهادة تعليم المتوسط وشهادة باكالوريال شهادة هاتين شهادتين التحديد لهما يكون بداية سنة بداية سنة براسية وليس اليوم اليوم الآن تكون آخر لمسات أنا ما نظنش بتجربتنا ويعني بكل مرة الباكالورية في كل مرة التحضير المادي أو التحضير البجري أو اللوجيستيكي في كل مرة كنا نقوله يعني عموما عموما يعني يكون تحضير جيد لهم أنا ما نظنش ربما هذه تعليمات فقط يعني إن سيد وزير ماشي أكد فقط ولكن منقوله في كل مرة التحضيرات راح تكون جيدة طيب ما رأيك كذلك بالنسبة لإجراء الدورة الإعلامية والتكوينية كما سبق وعشرت حول عمليات إعداد مواضيع الامتحانات المتعلقة بالباكالوريا والباكالوريا وخصوصا بالنسبة لإعداد مواضيع امتحانات تقييم مكتسبات التلاميذ وكيفيات أجرائها اليوم جزيرة تعيش تجربة جديدة بعد إلغاء امتحان السانتيام الذي تم إلغاؤه لأول مرة هذه السنة كيفية إعداد مواضيع الامتحانات لتقييم مكتسبات التلاميذ وعجب أن تكون مختلفة على السانتيام ليس كذلك ممتاز الآن ترحبنا إلى الشق البيداغوجي الشق البيداغوجي الشيء الجيد الآن السنة الماضية في شهادة الباكالوريا كانت بعض المواضيع قابلة للتأويل وهذا لما يكون سؤال أو سؤالين أو موضوع قابل لتأويل هذا رح يدير مشكلة ممكن أستاذي نقل 2110 ممكن أستاذ أخر في ساعتاني نقضه ب15 وبالتالي ساعة النقاط رح يكون خمسة نقاط هنا رح يولد الآن هاته السنة هذا التقييم هذا التكوين اللي رح يكون للسادة المفتشين والسادة الأساتذة اللي رح يسيغوا الامتحانات السياغة وش تخير دائما معروفة أن سياغة امتحان دائما كما قلت قيس الفئة تلاميذ المتوسطين أفوق المتوسط وبالتالي الشيء مهم جدا والتعليمات المتصارمة في هذه وشنوة أنه الموابع تكون غير قابلة لتأويل موابع أسئلة محددة مدروسة يعني ما تكونش قابلة وهذا الشيء ممتاز هذه السنة وأول مرة كان هذا التكوين وأول مرة أعطي التعليمات في سياغة الأسئلة وسياغة الموابع اللي تكون غير قابلة للتأويل شيء ثاني شيء ثاني كذلك وأكيد أن يعني حتى لو قلت مقبيلة تكلمت على البرامج على مدى تطبيق البرامج في أطوار ثلاثة المراحل ثلاثة الآن يستحيل أن تلميذ يعني سواء كان في شهد التعليم المتوسط أو البكالوريا راح يمتحن على مواضيع يعني على الدروس لم يأخذها وبالتالي هنا راح يستلميذ أبنائنا راح يمتحنون على الدروس فقط لأخذوها حضوريا في المؤسسات شيء ثالث كذلك نتكلم عليه هو بعد إلغاء شهادة التعليم الابتدائي وإحنا كنا في نقابة الوطنية لعمة تربية سنتين في كل مرة كنا نطلب نطالب بإلغاء هذه الشهادة لأصبح لا معنى لها هذه الشهادة كانت مضي على الوقت بصراحة وهضرا للمال بهذه الشهادة الآن يعني استبدلت به هذا تقييم المكتسبات أصبحت أصبحت يعني أكيمة وستبدلت به هذا الانتحان تقييم المكتسبات هذا تقييم المكتسبات الآن أول تجربة ما نقدرش نتكلم عليه الآن حتى هو لازم نتكلمه كذلك ورح يقيم مكتسبة تراميد في خلال خمس سنوات حتى هذا تقييم المكتسبات هذا القرار يقيم بعد انتهاء منه رح نتكلم عليه ونتكلم عليه بصراحة هل هو ناجح أو هو يعني ما أعطاش أهدافه الشيء نحن كذلك عن خطوة تكوين الأساكدة لإعداد مواضيع هذا الامتحان نعم نعم خطوة ربما تم الحديث عنها سابقا الجوم أيام فقط تفصلنا عنها في إطالة تثمين هذه الخطوة لأنه حتى وإن اليوم جزائر تتخوض تجربة جديدة في هذا الإطار لكن لم تدخل من دون تكوين الذي يسمح طبعا للأساتذة أنه يمروا عقبة هذا الامتحان حتى نكتسبوا الخبرة الكافية فيه نعم هنا هذا التكوين دم خمس أيام سادة مفتشين ابتدائي البيداغوجيين أو التربويين هما اللي قاموا بهذا التكوين لمدة خمس أيام لأسادة الأساتذة المعنيين بهذا الامتحان يعني أساتذة لدرسه السنة الخامسة ابتدائي اللي راح يكونوا يعني يحضروا فيه سياغة المواضيع في تقييم المختسبات هنا يدخلوا فيه يعني تفصيل تفصيل في غير برك هنا يكلموا على عدة نقاط دين هذه النقاط غركين شبكة شبكة تسحيحة مهمة جدا فيها المعايير وفيها المؤشرات هذه الشبكة تكون يعني تنقيف تحى يكون دائما في صالح التلميذ أكيد وهذه تخلي يعني حق التلميذ الروحش والأساتذة يكونوا مضبطين وعندهم يقولوا خارط الطريق في يعني تنقيف وتقييم التلميذ بحيفة جيدة الشيء تاني لازم تأكدوا عليه تمنينا تمنينا يعني هذا كنا تكلمنا عليه في النقابة الأنية كنا تكلمنا عليه تمنينا أنه لو كان كان هذا تقييم مختسبة كان امتحان وطني كان يعني موضوع واحد وطني لماذا موضوع واحد وطني موضوع واحد وطني لكي يكون لأن الموضوع تعرياضيات بريديرو في عنابة أو في تام الراسط أو في جزائي العاصمة أو في وارودا نفس الموضوع هنا رح يكون التقييم تع مكتسبة أبنائنا يكون تقييم وطني ويكون تقييم حقيقي على يعني مستوى يعني مكتسبة أبنائنا خلال خمس سنوات وهنا رح نخرج يعني بالتقارير وبتقييمة حقيقية تعطي مدى هذا البرامج دمي درسها أبنائنا في ابتدائي هل هي برامج خدمة المنظومة التربوية بصيفة عمام خدمة التحفيين العلمي والتحفيين المعرفي لأبنائنا أم يعني في الحقيقة يبقى الآن إعادة النظر في برامج التي يدرسوها أبنائنا يدرسوها أبنائنا في الابتدائي وهذا رح مطلب الآن ومن خلال هذه المكتسبات رح تعطينا ولو مؤشرات وتعطينا بعض يعني كما قلو الإشعاعات ومن رأنا هذه البرامج يومي الدرسو أبنائنا هل يعني صالحة يعني نتحدث كذلك حتى هي قابلة أو التقييم الحقيقي نتحدث عن تقييم الشامل كذلك بالنسبة للبرنامج المسطط اليوم التلاميذ نبقى دائما في الجانب البيداغوجي الأساتذة والتلاميذ على حد سواء على قدم وساق لاستكمال البرنامج خصوصا بعد العودة اليوم لمقاعد الدراسة لعل أبرز هدف اليوم وجب بلوغه هو استكمال المقرر الدراسي أو البرنامج الدراسي خصوصا من نسبة لأقسام الامتحانات نتحدث عن الباكالوريا البيوام وحتى سانكيام أو تقييم المكتسبات للتلاميذ كيف أو ما تقترحونه في هذا الإطار لبلوغي أو تحقيقي هذا المسعى شوف أولا قرار قرار إدماج الأساتذة اللي كانوا متعاقدين أصبحوا متربسين كان كان مشكلة يعني عدم وجود أساتذة في المؤسسات وهذا يخلي أبنائنا ما راح يكون عندهم الكم المعرفين وبالتالي البرنامج ما مشوش فيه أول قرار تخضى وبالتالي لا يوجد أي تلميذ ما عندوش أستاذ أبنى هي الأولى ناحية تانية أنه قلت باللي هذه السنة والإله الحمد ما كاش انقطاعات بيداغوجية ما كانش أبنائنا أخذوا العطل تحهم المقررة التحصيل العلمي ولكم المعرفين ومن هنا نفهم أن أساتذنا كرام نشوف البرنامج بوتيرة مقبولة قبلة جدا لما نوصل في البرنامج يعني العادية في الظروف العادية لكي مرانا هات سنة ولو يعني نوصل في كما قلوا 75% وربما احتاج 80% هذا مؤشر جيد وجيد جدا بسفة عامة نقدر نقول ووتيرة تأثير البرامج ممتازة لحد الآن يعني مقبولة ومقبولة جدا نعم طيب هذا كله من الجانب اللوجستي ومن الجانب البيضاء أشكرك جزيل الشكر ضيفي الكريم كنت معي في ثلاثة ثانية تفضل نعم في ثلاثة ثانية رانا معني هات سنة زملائنا بدلوا جهد وزملائنا يعني أعضاء المنظوم التربية بسفة عامة ووصلوا إداريين أو تربويين الشيء اللي يرى ننتظره فيه وهذا نداء للسيد الوزير هو أين القانون الأساسي نتمنى أن يرى النور في أقصد هذا مصار مهني لكل موظفة تربية نتمنى أن يرى النور ويكون منصف لجميع الأسلاك ولكل الرتب وبالتالي حتى نفسي نكونوا مرتاحين وبالتالي نكملوا نهاية سنة تكون جيدة ويكونوا مرتاحين كل زملائي يكونوا فرحانين بالقانون الأساسي الذي ننتظره يعني ننتظره يعني يعني من فين وأخرى إن شاء الله أتمنى لكم كل التوفيق في مهامكم سيد حسن بالباقي أمين وطني بالنقبة الوطنية لمستخدمية التربية كنت معي ضيفي عبر الهاتف شاركت معي في إثراء نقاش الظاهرة نبقى دائما كما سابق وأشرت كنت قد تحدثت من الجانب اللوجيستي وحتى من الجانب البيداغوجي الجانب والنفسي لعله أبرز نقطة للتلاميذ ولأولياء التلاميذ وللأساتذة على حد سواء سأرحب بضيفي الكريمة من قسنطينة الأستاذة ربح لصيف المختص في علم النفس التربوي يلتحق به عبر سكايب مباشرة لأثري معه نقاش في شقه الثاني أرحب بك معنا مساءك سعيد سيد ربح لصيف مساء النور لكل مشاهدي قناة شروق أهلا بك معنا طيب تحدثت مع ضيفي الكريمة من الجانب اللوجيستي ومن الجانب كذلك البيداغوجي اليوم الجانب النفسي لعله أهم نقطة بالنسبة للتلميذ ولولي التلميذ على حد سواء خصوصا من لم يحققوا المرجو والمسعى والمطلوبة منهم كيف يجب أن نتعامل معهم مع بداية الفصل الثالث شكرا كما تفضلتي هناك التلميذ والأودية والأستين نحن بدأ بالتلميذ أولا التلميذ في رانا ما زلنا وصلنا شيء أفضل الأخ قبل التدخل رانا في في فصل الثالث يعني نهاية السنة نهاية الفصل الثالث وبالتالي التلميذ يعرفوا بللي ما وصلتش نهاية السنة ما يديروش الضغط النفسي على روحهم ويصدفوا في مأزق تاع الزمن النفسي يعني خلاص العام وخلاص وصلت الباكالوريا وصلت لامتحانات البعض الأخرين ما كانش امتحانات رسمية أو خلصنا القرية فالعكس هذا ثلاثي ثلاثي الأول والثاني ممكن تصرع عثارات لبعض التلميذ فهذا ثلاثي هو فرصة أخرى لنا للتلميذ يعني باش نستدرك وعدا مش مستحيلات بالعكس ممكن جدا أنا التلميذ تصل بها يتلقى معي وكانت يدى تسعة يدى عشرة ومبعد تسعة تلوى تولتي ثلاثي هي فرصة أنك انتك رياضي تقفز اللولة وتقفز الثانية وتقفز الثالثة باش تلقفز يعني للآخرة بلكية اللي تكون جيدة وتحطم رقم القياس يعني الثالثة تقدر تجيب المعدل هذي هنا تلميذ ثانية حاجة أن التلميذ الآن في شهر رمضان يعني تعودوا على واتيرة أن تقريبا أنا في الأسواء الثالثة شهر رمضان الكريم ويلفوا أنهم مرتاحين ويلو أنني شوف ما داوش أطلع يعني في العصل ما داوش أطلع عندهم يقرأوا بالمدرسة الموازية اللي هي درس خصوصية يعيش درس خصوصية مدرس موازية وبتالي ينضوا الصباح ويرفوا يقرأوا في الليل ويقرأوا ويقرأوا لم يتغير كثيرا فنقول الآن في الأسبوع هذا والعشر أيام هذو الأخرين التلاميذ مع الأولياتهم يقدروا يدروا برنامج فيهم اللي يقدر يصهر يصهر وليما يقدر اللي يتعود ينض بكرية ينض بكرية يحيب الأحسن ينض بكرية يراجعوا هذا يحيب الأحسن لكن لماذا اللي يتعود لا يقدر أن نستعملوا القوة وقالوا لا سنتصال لا بالأكثر لكن ينتعود أنه ينض الصباح ينض الصباح يصار الثالث حاجة أن التلاميذ يضعوا في أدهانهم أننا في المدرسة الثانوية في المتوسط حتى نحن نحن بارة تصمية مدرسة ونفس ممكن مع الأستاذ تلك الأشياء ينال برنامج الرسمي في المؤسسة ليس خارج المؤسسة لكي غدوة في الامتحانات يخطعوا أو يخطعوا الثانوية مقامانة مدرسة فلاكس الأستاذ في الثانوية ونحن بالأسئلات في الثانوية نخلق عنده مدافعية بشي يمدلنا أكبر عدد من المعلومة أو من المكتسبة فهذا الشرط الأس يتلم طيب سيد ربح الوصيف إذا كنت تسمعني سأمر معك لنقطة أخرى وأبحث معك في شق الأولياء النفسي هناك من يؤثر كذلك كما سابق وأشرت على أبنائهم يعني خير نقول بالدار الجو بالعمل من دون ما يحس سابق وتحدث معك في هذا الموضوع لعل بعض الأولياء ينتهجون أسليب الترهيب وأسليب التفرق أو المقارنة بينه وبين تلميذ آخرين من أخوتهم من عائلتهم من المحيطين بها أو حتى أسليب التهديد إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه الأسليب على مرضودية التلميذ أولا تؤثر لمرضوديته وثانيا لنفسيته يعني يفقد التوازن نفسه أولا للمرضودية بالعكس أنك ينجل وكاء رح يفشل يقدر في بعض الأحيان يقول لك أنا يراجع معي في الدار يسألوه يجاوب يروح للمؤسسة بالعكس الأسليب يقولون العكس لماذا؟ لأنه يتخوف بزرق أو حتى المراكدين الذين يجب تقرأ وأنت أخوك خير منك يعني المقارنة أصلا ممنوعة المقارنة تربويا ونفسيا بيدغوجين ممنوعة منها أن ننقر حتى بين الخاوة لا نقرن ممنوعة والثاني والثاني مشتات أو والثاني جاوع هو الثاني عنده أخو كبير هناك فرق في الشخصية وفي تكوين حتى في رتم التعلم ليس كيف فلذا ممنوعة لما تقول الأب يستعمل القوة والدك يروح يقرأ في المدرسة وليخم لا يجب الجاوب على الامتحاد يخم قذف كيف يوم بابا كيف عقب عقب من الأم تأي هذا أو دالي دوس خصصية كيف تكون رد الأب ردت العل الأم وتركيز على السؤال لا أركز لماذا لأن هذا لا شغوري فهذا التأثير يجب يجب مردود المدرسة يكون في فليش يسمون أو يكون ضعيف فلذا يجب نرافق دائما نقول أكومباني كيف نرافق لماذا نعطيل الحرية نعطيل نماج مثلا كيف تراجع ها ينضي برنامج حتى أسبوع قبل الامتحانات ونجعل هذا كل أسبوع ما حدو ينضي برنامج خاص لكن ها ينضي برنامج كيف تراجع أنا قلت في المساء في الليل كيتون تراجع حط الكتاب واحد ما تحط الزوج مثلا نقال حط التاريخ حط الرياضيات ما تحط ما تحط ما تكون لأن تركيز تقال جغرافي خلي نضي قرار الفرنس خلي حسنا قرار رياضيات الدول بعد نهاية الوطف ما رشحت عجل إذن هاد أشياء المرافقة هاد نخليه هو نقش لما يكون ابني صغير يعني نقول لأروح رجل نعلم كالأروح كلي قريص التاريخ أو قريص التربية يسميها هيا نوية كلي حفظ الأيات نخليها راجع باللاعب حتى الكبير يقول يقول أندونسيا تقع في كده وعندها كده يجي بالي كل حكاية هاد مرافقة أني رافق فيه واني نسمع لك الإقصص الإقصص ويراجع الخالية الخالية وميتو كوندري كي قادة الشاحنات هاد هاد يحكيها معايا لنشتف في المراق يحكي ما بابا أخوك الكبير ولا أحكي مامور فهذه حكاية ما نقول لنسكت ولديرك وخليه حتى أقول كان غلط بعد يقرأ 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 هذه المرافقة نقول بأشياء بسيطة رفقه معنني رح رح الحال وصل للباك يعني درت الوحد الضغط واني هو يعود يقرأ لي لمعا النهار واني تشوف فيه مدرس خصوصية مثل أو في الجزيرة أو في البيان يقولوا كان أستاذ مليح في الحراش وابد ها ميش في العرش ميش مليح ورح سميز وقدم العرش أو كان واحد يدير في القلسطينة أو كان واحد هنا في سيدينبرو كان واحد له هو تشتت يروح الجودي يبدل في التنقولات أكثر من الجودي يدير في التركيز عن الدرس فهذه كل طيب شكرا لك جزيلا شكر سيد ربح لوسيف على مداخلتك معنا كنت معي عبر سكايب مباشرة من شرق البلد من قسنطينة شكرا لك جزيلا شكر صحف طورك سيد ربح لوسيف أنتم كذلك وكل مشايدين